من الشيخ جعفر الغنام شكراً للدكتور الرفاعي أولاً أرجو أن يتسع صدر الدكتور الغالي لهذه المداخلة ومحصلها أن الدكتور أحال في أطرحته على نموذج مائع في تحديد شواغل فلسفة الفقه حيث اعتبره علماً يتدارس مورائيات أو خفايا التكوين العلمي والمعرفي للفقية وهذه إحالة واسعة لا تفضي للسؤال المركزي وتعبير ثاني نجد أن فلسفة الفقه هنا تتبنى على وجود أو تبتنى أو تبتنى على وجود خلل منهجي في البحث الفقهي محصله أن المنهج الفقهي ذاتي لا موضوعي وهذا التهام واسع جداً لم تنهض أي دراسة موضوعية لإثباته ومع التبرع من هذه الاتهام بالذاتية ينبت السؤال من جديد لنقول ماذا يبحث علم فقه فلسفة الفقه هذا سؤال الشيخ جعفر في أقل من نصف دقيقة شكراً شيخ جعفر وأعتقد يعني هذه مجموعة من أيضاً الإدعاءات في هذه المداخلة أنه أنا اعتمدت على نموذج مائع ما اعتمدت نموذج مائع وإنما أنا اضطريت أستشهد في بداية الحديث بفقيهين من أبرز فقهاء الشيعة في هذا العصر استشهدت بالسيد الشهيد محمد باقر الصدر رحمة الله عليه واستشهدت بالشيخ المطهر رحمة الله عليه ما أدري الشيخ إذا كان موجود والشيخ المطهر بوضوح قال فتوى القروي تشم منها رائحة القرية فتوى البدوي تشم منها رائحة البادية فتوى الأعجمي تشم منها رائحة الأعجمية فتوى العربي تشم منها رائحة العربية وقلت هذا الكلام هذا الكلام الآن لا يمكن أن يقال جميل لأنه علمية تمس فيها المقدس رأسا هذا كلام الشيخ المطهري يأكد على البعد الذاتي للمجتهد بوضوح وصراحة لا لبس فيها شكرا لكم شكرا لك عندي الدكتور أحمد المطرودي كما ترى دكتور